بسم الله الرحمن الرحيم عشان اتجنب وجود اي مشاكل تحصل لما اعمل import او insert الملف الاتوكاد جوه الرفيت في بعض الحاجات لازم نعملها وهي ان انا في الاتوكاد اعمل سريكتها على كله تمام واقول له اعمل لي مثلا لين طيب دوت تمام باي لير والالوان باي لير تمام بدل ما تدخل لينك تلاقي مشاكل تحصل لاخلي كله باي لير تمام طيب بعد كده اتأكد ان فيش اي فاميلي او اي بلوكة فيها مشكلة ساعت بتحصل اي ان البلوكة هاديت تمام شاف دي دي نقطة المركز بتاعتها ساعت بتبقى نقطة المركز معمولة هنا فلو في اي حاجزة كده بابدأ ادور عليها اكتشافها لو في اي واحدة قلتها خارجة هنا ابدأ اعرفها لينما تدخل جوه الفاميلي وتنقل الشغل يعني لو انا جيت هنا قلت لبلوك ادت دي الفاميلي عند الزيرو زيرو لو انا لاييت ان الزيرو زيرو هنا والبلوكة هنا هعمل موف للشغل كله عند نقطة الزيرو زيرو تمام على اساس ان الشغل ما بقاش ايه في مشاكل المهم ان انا ازبط او ان انا افجر البلوكة لو انا البلوكة بيش محتاجها ممكن افجرها وبعد كده اروح مدخلها جوه الريفت لو انا مش هشتغل على الوحدة الاتفاقات دي تاني تمام بعد كده امر برج ووضت باستخدامهم تمام اقول له ديت اقول له برج اقول تمام وبعد كده اتاكد ان فيش اي حاجة موجودة حواليا تمام ممكن اعمل ايه بوصولة جدا اقول له كنترول ايه يعني سيليكت اول وبعد كده اعمل شفت عشان استسن دام التحديد واعمل كده اعمل احرك الموز بحيث ان الجزء ده كله يبقى بش موجود في التحديد والبقى كله لو في ايه حاجة برا اللوحة ادوس دوليت تمام يبقى انا كده لغيت ممكن يكون في خط في الاخ خالص بيدخل معايا لما ادخل الاتفاقات على الريفت فتلاقي الحاجة بش ظهرة او في حاجة بش موجودة الشغل موجود والخط ده موجود هو ده اللوحة مش دخلة كويس في الريفت دي من ضمن الحاجات اللي لازم نتبه لها قبل ما ندخل الاتفاقات جوه الريفت